السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الفيديو جديد والذي يتعلق لنا طبعا بالدرس الرابع المغرب القديم التأثير الحضاري المتبادل بين الفينيقيين وطبعا الأمازيخ إذن المرجع هو الجديد في الجماعيات طبعا المستوى المستهدف هو الخامس ابتدائي عندنا العنوان هو هذا سنرى الهدف من هذا الدرس طبعا خذوا الصفحة 16 أبناء الأعزاء من الكتاب الصفحة 16 إذن الهدف أدرس الوجود الفينيقي والقرطاجي طبعا بالمغرب والتبادل تجاري للمغاربة معهما وأدرس مدينة ليكسوس إذن خذوا الكتاب معي الندراسي قلنا الصفحة 16 ومهدوا لتعلمين عندكم في الكتاب اتصل المغاربة منذ بداية العصور القديمة بالفينيقيين ثم القرطاجيين وتعاملوا معهما تجاريا من خلال بعض المراكز التي أنشأوها بالمغرب ما هي ما أهم هذه المراكز كيف كانت معاملة تجارية بين هذين طبعا الشعبين وكيف شكلت ليكسوس نموذجا لمركز تجاري للفينيقيين ثم طبعا للقرطاجيين هذا ما سنجيب عنه طبعا من خلال الأنشطة التي سنقوم بإنجازها طبعا النشط الأول أن ناخده الصورة التي فيها خارطة الوجود الفينيقي طبعا القرطاجي إذن عدنا من خلال المفتاح دي الخارطة دي المغرب هذي عدنا محطة تجارية طبعا هاي محطة تجارية فينيقية وقرطاجية محطة تجارية فينيقية وقرطاجية ثم من خلال الصورة وما عدنا هنا رصادير تنجيس زيليزف أصيلة ليكسوس صالة سيرنيب الصغيرة ثم هرني الساقي الحمراء عندكم في الكتاب ندراسيات شي هذي طبعا أهم المراكز هذي المفتاح التي يوضح لنا تقولنا هذي محطات تجارية فينيقية وطبعا قرطاجية محطات إذن عنجون شوفوا هنا فالخارطة دي هي خارطة المراكز تجارية الفينيقية وطبعا الفينيقيين جوا من هنا نحاضره طبعا حتى وصلونا إلى المغرب دي أنا القديم هذي المغرب إذن أهم من خلال السؤال أسمي المراكز التي أقامها كل من الفينيقيين هذي السؤال أسمي المراكز التي أقامها كل من الفينيقية والقرطاجيين على الساحلين المتوسطي طبعا والأطلنطي إذن أهم المراكز وهي عدنا في الخارطة الاشتوى الخارطة عدنا تنجيس طبعا وهي تنجى الآن تنجيس ليكسوس وهي قرب العرائي زيلس أزيلان سالا وليلي سيرني الصويرة طبعا سيرني ليف صويرة الآن سنقول الصويرة هيرني السهي الساقي الحمراء ثم قرطاجة طبعا ليف تونس روسا دير وباناسا إذن نرجعنا الخارطة ههما تنجيس عدنا هنا يتنجيس سيريس ها آزيلة ها ليكسوس ها سالا ها سيرني الف صويرة وهذا كهرني الف صاقية الحمراء هذا مراكز طبعا تجارية سوء للفينيقيين والقرطاجين نقامها الفينيقيون والقرطاجين آآ سنقرأ النص نص لأن السؤال تلك طبعا تقول لنا إن التوسع الفينيقي الفعلي بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط لم يبدأ على الأرجع إلا في القرن التاسع قبل الميلاد إلا في القرن التاسع قبل الميلاد على أبعد تقدير وتم على السواحل المتوسط السواحل المتوسطية والأطلانتية ويظهر أن هذا التوسع كان ساحليا لا غير ساحليا وهو ما يمكن تفسيره بطبيعة الاقتصاد الفينيقي الذي كان مذاره على التجارة والصناعات المرتبطة طبعا بالبحر عيد قراءة النص إن التوسع الفينيقي الفعلي بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط لم يبدأ على الأرجح إلا في القرن التاسع قبل الميلاد على أبعد تقدير وتم على السواحل المتوسطية والأطلانتية ويظهر أن هذا التوسع كان ساحليا لغير وهو ما يمكن تفسيره بطبيعة الاقتصاد الفينيقي الذي كان مذاره على التجارة والصناعات المرتبطة طبعا بالبحر إذن السؤال لكم تروح هو استخدر من النص هذا هو السؤال هنا استخدر من النص طبعا فترة وصول الفينيقيين إلى المغرب والدوافع وراء ذلك إذن الفترة توصول الفينيقيين إلى المغرب والدوافع طبعا لذلك هنا طبعا عمشيو الفترة هي القرن التاسع قبل الميلاد القرن التاسع حسب النص القرن التاسع ثم الدوافع الاقتصادية هناك دوافع الاقتصادية يتعلق بالتجارة والصناعات مرتبطة البحر هذه الدوافع الدوافع للتجارة طبعا والصناعات مرتبطة عمشيو دابا النشاط آخر أصف أساليب التعامل التجاري مع الفينيقيين والقرطاجين مغرب إذن أساليب التعامل التجاري كيف كان التجارات تتم بينهم بين طبعا الأمازيغ والفينيقين ثم القرطاجين والأمازيغ إذن سنرى هنا أصف أساليبنا عدنا هنا التبادل التجاري مع الفينيقيين لاحظوا بضائع المغرب هذه ذهب تمر عاج بيض وريش ريش نعم أما البضائع الفينيقية هذه مشطان من العاج أوائن فخارية قارورة عطور وأقراط إذن هذه هي البضائع الفينيقية وهذه هي البضائع المغربية السؤال يقول لك ألاحظ الصور وأعود إلى النشاط هذا ثم أوطن أهم المراكز هذا المراكز موجودين في خارطة أهم المراكز تجاري الفينيقية نعم أسمي البضائع الفينيقية والمغربية ها هي جمعناها هنا إذن البضائع المغربية من خلال طبعا هذا كل الجدول عدنا بضائع عدنا ذهاب تامر عاج بيد ورشنة وبضائع الفينيقية مشطان من العاج أوائن فخارية قارورة عطور وأقراط طبعا وأنواع البضائع عدنا بالنسبة الفينيقية هي تبعد بضائع مصنعة أما بالنسبة المغرب فهي بضائع إما نقول أولية أو غير مصنعة بضائع أولية أو غير مصنعة عام شده بتبديل التجاري مع القرطاجيين عدنا وحد النص مهم هنا يأتي القرطاجيون إلى المغرب ويفرغون بضائعهم على الشاطئ ثم يعودون إلى سفنهم ويقيدون الإخبار للسكال الأصليين وعندما يشاهد هؤلاء السكال أصلي الدخان يقتربون ويضعون بجانب السلع القرطاجية ذهبا مقابل البضائع ثم ينسحبون ينزل القرطاجيون من سفنهم فإذا ظهر لهم أن كمية ذهب توافق البضاعة يأخذونها وينصرفون إذن هذا النص يبدلنا على عملية تجارة بين القرطاجيين وهذه وثقة بضائع قرطاجية من بينها مصباح زيتي عندنا أنفورة لنقل السوائل أنفورة لنقل السوائل إذن أقرأ النص وطبعا كيقولنا السؤال لو توطين الملاكي التجارية طبعا عندنا في ختم موتنا أميز بين نوعية البضائع المغربية والقرطاجية أميز بين نوعية البضائع المغربية أن عندنا البضائع المغربية هنا هي بضائع أولية بحال الذهب بضائع أولية بين القرطاجية فهي بضائع مصنعة مثل مصباح زيت ونفورة لنقل السوائل هذه المثلة البضائع المصنعة القرطاجيين والبضائع الأولية المغربية هي مثلا الذهب فهي بضائع أولية أو غير مصنعة طبعا من خلال النص أن المعاملة تجارية بين الأمازيغ والقرطاجيين تتم عن طريق مبادلة سلعة بسلعة أنهم تتم مبادلة سلعة بسلعة بالنقود تتم عن طريق مبادلة سلعة بسلعة وهذه تسمى المقايضة هذه تسمى المقايضة المقايضة هي التبادل طبعا سلعة مقابلة سلعة التبادل التجارية تتم عن طريق سلعة نشاهد هذا النشاط الموالي الذي أدرسه ليكسوس نعم أدرسه هيا أدرسه ليكسوس باعتبار مركزا تجاريا فينيقيا وطبعا قرطاجيا ها طبعا ها ليكسوس ها هو نشوف هذا الوتيقاج أطار طبعا صهاريج لتصبير السمك من ليكسوس ثم عدنا هنا هذا فوسيفيساء يمثل إلى البحر طبعا من ليكسوس وعدنا ها ليكسوس ها نلاحظو هنا عندها الصور الغربي الحي السكاني الحي المعابيد فوسيفيساء إلى البحر المسرح المدراج حمامات صور المدينة هنا صور طبعا ها هي في الخارطة المغرب ها فيه جاء الموقع ليكسوس إذن نشور السؤال أشي يقول لنا السؤال نعم موقع مدينة ليكسوس مقضع فيه طبعا موقع مدينة إذا رجعنا الخارطة ها ها وكبرنا كبرنا الخارطة أن موقع ليكسوس هو يوجد في الشمال الغربي يوجد في الشمال الغربي وأهميته أنه قاعدة تجاري الفينيقيين واتخذ القطاجون طبعا ميناء محميا إنها كانت قاعدة طبعا للتجارة وميناء محمي من خلال طبعا النص سنقرأ النص أعيد قراءة النص لأن النص مهم أوضحت الحفريات أن تأسيس ليكسوس يعود إلى القرن السابع قبل ميلاد حيث جعل منها الفينيقيون قاعدة تجارية ومن بعدها اخذوا في الكتاب بعدها امتخذ القطاجين ميناء محميا نظرا لمقع الهام فالسفن كانت تبحر منها وإليها بكل سهولة مصدرة من تجارتهم الزراعية والصناية خاصة الأسماك المصبرة ومستوردة الخازف نص رأينا في الكتاب 18 إذا دابا قلنا موقع مدينة الإكسوس هو في الشمال الغربي في المغرب أهمية ديالها هو أنها قاعدة تجارية الفينيقية وطبعا تهلي القرطاجين وميناء محميا لم أهم المرافق هذه المدينة لرجعنا هذه طبعا تصميم ديال المدينة أهم المرافق رأهم عدنا المرافق هنا الصور عدنا هنا المصرح عدنا الحمامات عدنا حين المعابيد هذو كلهم ثم ديال تصفير إذن هذو هما المرافق سنراهم إجابة هنا أهم المرافق عدنا الصور الغربي طبعا حماية المدينة غير بأن الصور يتم بنائها لحماية المدينة معامل تصفير السمك إنتاج وتزير السمك المصبر ثم عندهم مصرح مدرج لتقافة الفن ثم الحمامات طبعا للنظافة هناك طبعا مرافق أخرى الآن اقتصادية لمدينة تكسوس طبعا قاعدة تجارية كانت تكسوس مدينة قاعدة تجارية تصدير منتجات الزراعية والصناعية خصوصا الأسماك المصبرة وليس المصغرة ثم استيراد الخزف يستيردون الخزف طبعا عندنا السؤال الأقوي متعلومي في صفحة 18 وأدعمه عطينا هنا الشعب موطن الأصلي المجال الذي عرف به مركز أقامه في المغرب القديم وضيفة المركز حاليا طعونهم الشعب الفينيقي ثم الشعب قرطاجي إذا الأصل الشعب الفينيقي ره سوريا ولبنان اللي كانت تسمى فينيقيا سابقا تسمى فينيقيا سابقا إذا الأصل يلوم من سوريا ولبنان المجال الذي عرف بطبعا التجارة البحرية مركز أقامه في المغرب القادم هو ليكسوس وكينا مراكز أخرى وظيفة المركز حاليا هو من المآتر التاريخية لجلب السياح السياحة بالنسبة للقرطاج هم من أصل فينيقي وطبعا استقروا في تونس هاجروا إلى تونس وهي إفريقية المجال الذي يعرف به هو طبعا التجارة والمركز هو ما أقاموا ليكسوس واللي هو من المآتر التاريخية وهناك طبعا مراكز أخرى أتمنى أن تكون قد استفدتم من هذه الحياة